أكدت لجنة العفو الرئيسي استمرار جهودها في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة جاء ذلك عقب الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير لنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهم المبذولة في هذا الملف كما توجهت الشكر للقوى السياسية والحزبية التي تتعاون معها وتساهم في إنجاح عملها